نبرة الوعيد الإيراني ما تزال عالية للانتقام من التفجيرين الدمويين الذين ضربا منطقة كرمان في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني لكن دخول تنظيم داعش على الخط بتبنيه العملية شوش على وجهة سهام الرد الإيراني التي كانت صوب إسرائيل والولايات المتحدة بعدما اعتبرت طهران الحادث امتدادا للتصعيد في غزة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد في خطاب شعبي تزامنا مع تشييع جثمين ضحايا التفجير أن قرار الانتقام لهجوم كرمان هو بيد القوات المسلحة التي ستحدد بدورها الزمان والمكان المناسبين أقول للشعب الإيراني اليوم إننا نخوض معركة جدية وأكد لكم أننا سنهزمهم كنوا على يقين بأننا لن نسمح للعدو بالسيطرة علينا سريعا نقلت وكلة تسنيم الإيرانية عن وزير الداخلية أحمد وحيدي اعتقال عدد من المتورطين في التفجيرين أما القائد الأعلى للحرس الثوري حسن سلامي فتوعد بملاحقة المتسببين ولم تحد كلماته في الوقت نفسه عن ربط الهجوم بالولايات المتحدة بالرغم من تأكيدات البيت الأبيض على أن الهجوم يحمل بصمات داعش تزيد هذه التطورات من خطر تحول المنطقة إلى صراع أمني موسع بين واشنطن وإيران وبشكل أخص في ظل أحداث تاريخية استخدمت فيها إيران أذرعها في دول عربية لإيصال أهدافها العسكرية والسياسية دون تورط مباشر ترجمة نانسي قنقر